اهلا بحضراتكم في هذه التغطية عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا الخميس لمتابعة الجهود الخاصة بتوافر السلع في الاسواق وذلك بحضور دكتور علي المسلح وزيرة تموين والتجارة الداخلية والدكتور هلا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وايضا المهندس احمد سمير وزيرة التجارة والصناعة وعدد من مسؤول الوزرات والجهات المعنية واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد ضرورة توفير السلع المختلفة واهمية الحفاظ على توازن الاسعار بما يلب احتياجات المواطنين من هذه السلع خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك مشيرا الى اهمية معارض اهلا رمضان وكذا مبادرت كلنا واحد في توفير السلع المختلفة للمواطنين باسعار مناسبة وخلال هذا الاجتماع اكد وزير التموين ان الهدف الاساسي لوزارته هو ضمان توفير السلع المختلفة بالاسواق مشيرا الى انه يتم التنسيق الدائم على الوزارات والجهات المعنية بهذا الشام ايضا اشار الوزير الى ان الفترة الماضية شاهدت مناقشات عديدة مشتركة بين الاتحاد العام للغرفة التجارية والاتحاد الصناعة وايضا ممثلي شركات انتاج السلع الاساسية والتي تضم زيت الخليط والمكارونة واللبن والجبن الفيتا والفول والعتس وايضا السكر والارز مؤكدا ان الجميع اظهر رغبة حقيقية في استقرار اسعار السلع في السوق كما تم التأكيد على اهمية تحقيق الوفرة في مختلف السلع وفي هذا الاطار تم الاتفاق على تسهيل حركة نقل السلع ايضا قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء ان الاجتماع تناول جهود تنظيم المعرض الرئيسي اهلا رمضان الذي يأتي بناء على توبيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بتوفير السلع المختلفة باسعار مناسبة ضمن جهود الدولة للحد من اثار التضخف على المواطنين واضح الحمصاني ان المعرض المقارر اقامته بارد المعارض بمدينة نصر سيتم تنظيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة التجارية وذلك في الفترة من 25 فبراير الى 11 مارس 2024 واضف ان معرض اهلا رمضان سيدم اتبار منتج السلع الغذائية والرمضانية فيما ستخصص اجنحة لمعروضات الشركة القابلة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها الى جانب تخصيص مساحات لجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وامان بوزارة الداخلية واشار الى ان المعرض سيقدم مختلف السلع الاساسية والرمضانية بخصومات تتراوح من 15 الى 30 فنما كالية لمجابهة التضخم ومعاونة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد بتخفيضات كبيرة واضف دكتور علاء عز امين عامل غرف التجارية انه يتزمن ذلك مع افتتاحات لمعارض اهلا رمضان بالمحافظات حيث ستقوم كل غرفة تجارية بالتعاون مع المحافظين بانشاء معرض رئيسي بعاصمة المحافظة واكثر من معرضين اخرين بالمراكز الرئيسية لتصل نحو مائة معرض على مستوى محافظات الجمهورية وذلك بالاضافة الى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع والتي تتكامل مع 1200 ركن بالسلاسل التجارية و1300 فرع للمجمعات الاستهلاقية ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعية وايضا منافذ وزارات الزراعة والدفاع والدخلية والتنمية المحلية واشار الى ان الغرف التجارية ستصدر سقوكا مؤمنة بدلا من كرتونة رمضان توزع من خلال المحافظين بناء على قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وذلك الى الاسر الاولى بالرعاية ايضا اكد ان السلع المطروحة بالمنافذ هي نفس السلع المطروحة بالاسواق بنفس الجودة والتعبئة ولكن باسعار مخفضة وهي متاحة للمواطن فقط ويحضر اعادة بيعها من خلال المحال التجارية وفي غضون ذلك اشار ممثل وزارة الداخلية لقطاع الامن الاقتصادي الى مبادرة كلنا واحد التي تتبنها وزارة الداخلية وذلك لتوفير السلع للمواطنين باسعار معقولة موضحين ان المرحلة الجديدة من المبادرة ستنطلق يوم الجمعة المقبل واضفوا انه يوجد تعاون كبير من التجار حيث تضم المبادرة اكثر من 3000 منفذ على مستوى محافظات الجمهوري وتتراوح نسب الخصم بين 20% و30% ايضا استعراض جهود وزارة الداخلية لضبط اي محاولات لحجب السلع ومنع الاستغلال من قبل عدد من التجار او رفع اسعار بعض السلع المدعومة مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم